هذا يسأل عن الطواف بعد انقطاع الحيض يقول في رسالته هذه ذهبت إلى الحج أنا وأختي وكان على أختي الحيض وعندما أتى يوم النحر انقطع الحيض وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم وتطهرت وتوضأت ثم طافت طواف الإفاضة وبعد الطواف الإفاضة وجدت أثر نقط فسألنا بعض أهل العلم قالوا ان ذلك من أثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض انما هو مخلفات فما رأي فضلتكم في هذا الطواف هل هو صحيح وماذا نفعل اذا كان ذلك الطواف غير صحيح وما هو الحكم وفقكم الله الطواف المذكور صحيح ماذا قد رأت الطهرة قبل ان تطوف وهذه النقطة الأخيرة قد تكون حدثت بسبب الإرهاق والمشي أو بأستاب أخرى فالمهم أنه ما دامت المرأة عرفت الطهر ورأت القصة البيضاء ثم طافت سعب ذلك وبعد ان اقتفلت فإن طوافها صحيح لا ولا حرقا ترجمة نانسي قنقر